السلام عليكم وحمد الله وبركاته وبركاته بقناة موركي الاستاذ مستظم ورحمة بكم. بناموذج اخلي تقويب تشخيصي في اللغة العربية. للمستوى السادس اه الذي كنت شوضعته امس باقناة سنحاول اه تصحيحه معكم في هذا الفيديو. اذا قبل ان نبدأ المرجو اه تركة القناة مع الاسدقاء وتفعيل جرس ليس لكم كل الفيديو والضغط على زر الاعجاب. دنا نص اه اه تعتبر المكتبة العامة من اهم الوسائل التي تستعين بها الامة في نشر معرفة وحرية التفكير الفكر وتثقيف المجتمعات. كانت المكتبة قديما مجرد اماكن لخزن الكتوب المحافظة على المسلحة فئة قليلة من الناس. اما اليوم فقد اصبحت المكتبة العامة مؤسسة ثقافية وتربوية. يا امها المواطنون جميعا على اختلاف اعمار مثقافة من القراءة والبحث والاطلاع والاستفادة من الخدمات التي تقدم المكتبة باعتبارها مؤسسة لتعليم الكبار والصغار ووسيلة تمكن كل شخص من تكون نفسي عن طريق البحث الشخصي. ان لجاح المكتبة لا يقاس بعدد الكتوب التي تحتوي عليها انما بعدد روادها. اذا اولا اضبط اضبط الفقر الاولى من النص بالشكل التام. سنعود اليه بعد قليل. اه ثانيا فهم المقرؤ. اولا حدد نوع النص. مقالة. النص هو عبارة عن مقالة. اشرح الكلمات التي تلي حسب سياقها في النص. يأمها يعني يقصدها ثم روادها يعني زوارها. حدد عائلة كلمة اسم كتابة. اذا هناك كتاب. كاتب. كتاب. حدد خريطة كلمة نجاح نوعها اسم. مرادفها فلاح وفوز. ضدها حشل. تركيبها في جملة. حقق الفريق نجاحا باهرا. ذنب النسبة للشكل. هو على الشكل التالي. تعتبر المكتبة من اهم الوسائل التي استعين بها الامم في نشر المعرفة. وحرية التفكير وتثقيف المجتمعات. ما هو دور المكتبة قديما? دور المكتبة قديما انها كانت مكانا لخز الكتوب المحافظة عليها. ما هو الدور الذي اصبحت تلعب المكتبة اليوم? اصبحت المكتبة اليوم مؤسستا ثقافية وتربية. بما يقاس نجاح المكتبة. يقاس نجاح المكتبة بعدد روادها. اصنفوا التحويل اولا. اصنفوا الافعال التحويل المتسلة حسب جدول التسالي. دخل فعل سالي. يبس فعل مثالي. انها يبدأوا بحرف العلا اليان. وعد فعل كذلك مثال. سأل فعل مهموز. رمى فعل ناقص. دنى فعل ناقص. و مدى فعل مضاعف. يصنفوا الافعال المجردة والمزيدة حسب جدول. ساعد فعل مزيد. ذهب فعل مجرد. استمر فعل مزيد. رفرف فعل مجرد. انقلب فعل مزيد. ولجى فعل مجرد. يصنفوا الافعال التالية حسب المطلوب. انتما مررتم في الماضي. انتم ترمون. فعل رمى. انت فعل دعا ودعو. في الامر. انت قولي. انتنا. الماضي رميتنا. انتما تجنيان في المضارع. قرأت تلميذة قصة. قرأت تلميذتان قصتين. حول ما تحترى سطر الى جمع المذكر. سالم. فاز الباحث جائزة احسن اختراع. فاز الباحثان بجائزة احسن اختراع. العاملات المخلصات مساهمة في تطور الاقتصاد. العاملات المخلصات مساهمة في تطور الاقتصاد. السؤال السابع اسم الفاعل اسم فاهم مساهم اسم فعول مساهم قدم مقدم اسم فعول مقدم استعمل مستعمل اسم الفعول مستعمل حول افعال التالية من المجهول كتبت تلميذ الدرسة كتبت درسه يشاهد الاطفال المصرحية يشاهد المصرحية انتقل الى السؤال الموالي مصادر الافعال حسب الجدول وقف مصدرها وقوف ورحب مصدرها ترحيب وحدد انتقل التراكيب وحدد انواع الخبر في الجمل الساحة واسعة الان الخبر واسعة وهو مفرد تلميذ يكتب الدرسة جملة فعلية اللوحة منظرها جميل جملة اسمية ادخل نسخ الفعلي كان جملة سريعة تلميذ مجد كانت تلميذ مجدان وردة متفتحة ان الوردة متفتحة ان الوردة متفتحة فعال لازمة فعال متعدية اذا اصنف على الجلسة فعل لازم كتب فعل متعد رمى فعل متعدد شارك فعل لازم رجع كذلك فعل لازم ثم قرأ فعل متعدد اصل الضائر التركيبية بما يناسبه رضمت عمل تنظيمة مفعول مطلق تيقدت باكر استعداد للسفر مفعول لاجليه وقفت تلاميذ او نقعة الدرس مفعول فيه كتبت ليلى رسالتان مفعول به اكمل بحال مفرده استقبلت الموسم الدراسي متحمسة اضع سطرا تحت النعت الحقيقي اشتريت محفظة جديدة فازت التلميذ المجدة بالجائزة اذا المجدة هي النعت وكذلك جديدة اضع سطر تحت التوكيد في الجمل التالي حضرت تلميذ جميعهم جميعهم قرأ قابلت اللاعب عينه كذلك عينه بتوكيد قرأت القصة كلها كلها توكيد اشرفت الاستاذة نفسها على الحفل اذا نفسها توكيد تقل املاء اكتب التاء المربوطة او البسوطة المناسبة ساحة تاء مربوطة زهرة كذلك تاء مربوطة بيت تاء مسوطة طائرات تاء مسوطة املأ ثانيا املأ الفراء بهمزة الوصل او القطع المناسبة اقوم همزة قطع بالواجبات همزة وصل المدرسية همزة وصل التي همزة وصل كلفني بها الاستاذ الاستاذ الاولى همزة وصل والتانية همزة قطع زورت بن عمي ابن بي الهمزة محمد بن عبد الله بدون همزة ابن سينة الهمزة لانها جاءت في اول كلام ادرسه من درسة محمد بن عبد الكريم خطة بي بدون همزة رابعا اكتب الهمزة المتوسطة المناسبة كالنقاط سئلة تكتب على الياء كأس تكتب على الارف وآد تكتب على الواو ومسألة تكتب على الارف اكتب الهمزة المتطرفة المناسبة كالنقاط سماء تكتب على السطر ضيف كذلك على الصدر هدوء على الصدر يجرؤ تكتب على الواو أكمل الكلمات بالألف اللينا جرا ألف مخصورة نما ألف ممدودة روا ألف مخصورة دنا ألف ممدودة أضعوا استرنتز الكلمة التي وخالفوا نطقها رسمها هذه فتاة محتبة هذه خرجت للنزل لكن الجو أصبح منطرا لكن هؤلاء الأطفال هم رجال غد هؤلاء أسكن في ذلك المنزل ذلك درنا نبدأ بالتعبير كتابي عدت إلى مدرسة بعد عطلة الصيف تحدث في حدود في حدود عشرة أسطاع عطلة الصيفية وعن استدادك وشوقك لعودتي إلى المدرسة وجديد لقاء مع أصدقائك وأساتي ذاتك إذن ستحاول كتابة موضوع خصير حول العطلة الصيفية ما هي أهم الأشياء التي قمت بها في هذه العطلة وكيف عدت إلى المدرسة ومن الاستعدادات التي تقوم بها للدخول المدرسي إذن أسمنا لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر